ضربة كبرى من القضاء المصري ضد متهمين بتصوير قاعدة عسكرية تابعة للجيش المصري ننشر لحضركم التفاصيل وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد أخطر عصابة لسرقة البنوك وبيان عاجل من الرئيس السيسي لكل المصريين ننشر لحضركم التفاصيل وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد بائع جشاش يثير الغضب والتحويل لنيابة أمن الدولة طوارئ في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر عشان تجيلك الأخبار الجديدة أول بأول واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول عاوزين نوصلي ألفين أعجبني على هذا الفيديو وقبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليق بكلمة تحيا مصر عاوزين نوصل أكتر من ألفين تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا أدها وطنيين نبدأ مع بعض في تفاصيل أو الخبر معنا وضربة كبرى من القضاء المصري ضد متهمين بتصوير قاعدة عسكرية تابعة للجيش المصري قضت محكمة مصرية خلال محاكمة 168 متهما بمعاقبة 21 منهم حضوريا بالسجن المؤبد في قضية تصوير قاعدة بالبيس الجوية وعاقبة المحكمة 46 آخرين غيابيا بالسجن المؤبد ومعاقبة 9 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وعاقبة 19 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات كما عاقبة المحكمة 66 متهما بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات ومتهما واحدا بالسجن لمدة 15 سنة واقضت المحكمة بمعاقبة 4 متهمين حدث بالسجن لمدة 3 سنوات واقضت المحكمة بانقضاء الدعوة الجنائية لمتهمين 2 لوفاتهم وكانت محكمة الجنايات المختصة أصدرت الحكم على 170 متهما في القضية رقم 247 لسنة 2016 ومعروفة إعلاميا بالتصوير قاعدة بالبيس الجوية حيث عاقبة 9 متهمين بالسجن المؤبد كما عاقبة 4 متهمين بالمشدد لمدة 15 سنة وعاقبة المحكمة 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات ومتهما واحدا بالسجن 5 سنوات وأعفت المحكمة المتهم رقم 85 من العقوبة وبراءت متهمين 2 من التهم المنسوبة إليهما وقررت المحكمة إعادة أوراق 145 متهما إلى النيابة العامة لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر محاكمتهم وشملت وقائع القضية ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس وبضع عبوة متفجرة بجوار سينيما ريني سانس بالسويس واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر إيران واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أصوان بدر السويس واستهداف إحدى السفن بالقناة ورصد إدارة شرطة النجدة ببنها ورصد كلية الشرطة بالعباسية ورصد كتيبة 101 بشمال سيناء وصرقة مكتب بريد بهتيم ورصد قاتل أمنية طريق ترعة الإسماعيلية ورصد بعض أفراد قوة مركز أبشواي بالفيوم وحرق سيارة ضابط بأطفيح وحرق برج شركة مبنيل بقرية قرني بأطفيح وحرق برج مبنيل بعرب الأشرفية بأطفيح وصرقت إحدى سيارات شركة أمنكو وشركة مكتب بريد الألف مسكن ورصد جرار مترو الأنفاق بشبرى وتضمن قرار الاتهام حصول المتهمين بوسيلة غير مشروع على سر من أسرار الدفاع عن مصر من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير قاعدة بالبيس الجوية تمهيدا لاستهدافها كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبو وناسفة بجوار قصر الأبة ووجعت النيابة للمتهمين خلال التحقيقات اتهامات بالسعي لدى جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد والتحقوا بجماعة إرهابية داعش سوريا وليبيا ووضع عبو وناسفة بجوار قصر الأبة ولم تنفجر لعطل فني بها وحاولوا وضع عبوات متفجرة بجوار سجن المرج واعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي وهو الدستور وكذلك تكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده ومن بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء ورصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام الدستور وقانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصر بيت المقدس في سيناء واستهداف قوات الأمنة المصدر معنا كامل الدستور أترك لحضرككم التعليق على هذا الخبر ننتقل مع بعض الخبر آخر وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد أخطر عصابة لسرقة البنوك وزارة الداخلية أعلنت عن ضبط خمسة من عناصر تشكيل عصابي تقصص في الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين بطرق احتيالية والاستيلاء على أموالهم قالت الداخلية في بيان لها في إطار جهود أجهزة وزارة داخلية لمكافحة الجريمة بشتى سوارها وذلك في جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم فقد تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عدد من البلاغات تفيد تعرف بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق احتيالية من قبل مجهولين والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك وأضافت بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب ذلك النشاط المؤثم عناصر تشكيل عصابي مكوى من سبعة أشخاص لأحدهم معلومات جنائية تخصصة في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بطرق احتيالية وذلك عن طريق قيامهم بالاتصال هاتفيا بالمواطنين منتحلين صفات موظفي خدمة عملاء بشركات محمول وإيهام المجني عليهم بفوزهم بجوائز مالية وموظفي خدمة عملاء بنوك مختلفة وطلبهم أرقام بطاقات الدفع الإلكتروني بدعوة تحديث بياناتهم وموظفي عدة جهات حكومية وإيهامهم بصرف مبالغ مالية المصدر معانا كان من المصر اليوم أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر نجاح وزارة الداخلية بضبط المتهمين دول شيء مهم جدا إوعى تتعرض لعملية نصب من هذا النوع نحد يكلم حضرتك ويقولك أنا من شركة كزة حتى لو الرقم مميز أو الرقم مكامل خمس أرقام بس أو أربع أرقام زي ما ذكرت أمس إن ده بيبقى سهل جدا إن إحنا نعمل موضوع ده ببرامج مدفوع ليها فلوس ناخد بالنا وأي حد يكلمنا يقول لنا عن حدس بيانات كست جايزة أي أن كان إوعى تديله بيانات بطاقة الدفع بتاعك إذا كانت فيزا أو مستر كارد أو حتى يعني ميزة أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر ننتهي مع بعض الخبر آخر وبيان عاجل من الرئيس السيسي لكل المصريين وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن القضية الأهم في مصر هي قضية الوعي بمفهومها الشامل داعيا إلى إجراء إعادة صياغة لفهم المعتقد الذي نؤمن به وفي تصريح لقناة صدى البلد قال الرئيس السيسي أتصور أن القضية الأهم هي الوعي بمفهومها الشامل سواء الوعي بالدين كلنا تولدنا والمسلم مسلم بالبطاقة ولكن علينا إعادة صياغة فهمنا للمعتقد الذي نؤمن به عندك استعداد تمشي بمسيرة بحث في المصار ده لتصل للحقيقة وأضاف شفنا مدينة الأمل ويمشوا وسط الشوارع وشوفوا أحوال الناس وده حاجة من خمسين أو ستين مدينة مصر والمنتج تفتكره هيكون عامل إزاي وتابع الرئيس السيسي وأهلا تصور أن قضية الوعي بمفهومها الشامل شيء مهم وتكلفة الإصلاح هائلة يدفعها المصلح ولا يمكن أن يكون المصلح محل رضا من الآخرين حيث يتحدث عكس الطبيعة ومصاري الناس والإصلاح عمل الأنبياء والرسل مصدر معنا كم من صحيفة مصراوي أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر ننتقل مع بعض القبر آخر وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد بائع غشاش يثير الغضب والتحويل لنيابة أمن الدولة طوارئ تدول نشطاء مواقع التواصل اجتماعي فيسبوك نشروا فيه في مصر في محافظة سهاج خلال الساعات الماضية فيديو يظهر فيه غش أحد البائعين الجائلين المتواجدين بمنطقة ميدان العارف بالله بمدينة سهاج ظهر البائع وهو يضع ثقلا في كافة الميزان التي يضع فيها الطماطم وذلك عن طريق المغافلة دون أن تنتبه إليه السيدة مرددا لها بعض الكلمات التي تشير إلى انزعاجه منها حسب ما جاء في الفيديو المنشور يعني إيه اللي بيحصل؟ البيع الجائل ده بيقوم حاطط وزن وزن اللي هو بيبقى زي المكعب كده أو يعني الوزن بيبقى كيلو جرام اللي بيوزن بيع الميزان بيحطه مع الخضار اللي بيوزنه بيحطه معاه عشان يوزن أكتر ويسرق أكتر ففي آية في القرآن بتقول من سورة المطففين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسلون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم طبعا يعني ربنا بيحذر المطففين اللي هم بيلعبوا في الميزان بيعني عذاب شديد طبعا حماية المستهلك اتحركت واستهدفت إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين بسهاج بالتنصيق مع إدارة مباحث التموين بمديرية أمن سهاج البائع المشار إليه وتم ضبطه والتحفظ على الميزان خاصته وتحرير محضر بقسم شرطة أول سهاج كما استهدفت الحملة باقي الباع الجائلين المتواجدين في ميدان العارف بالله وتم تحرير سبع محضر أمن دولة وارئ وضط عدد من الموازين لعدم دمغها وتلاعب فيها وتبين أن البائع له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه في عدة قضايا ومقيم بدائرة مركز شرطة سهاج وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقع نصدر معنا كم من وسائل إعلام مصرية يعني المطفف ده يعني عقابه هياخده في الدنيا وبرضه في الأخرة هياخد عقابه من ربنا بسبب أنه كان بيغش الناس ويسرق الناس ويلعب في الميزان ويحط موازين مع الخضروات شيء يعني سيء جيد أترك لحضراتكم التعليم على هذا الخبر جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار أتمنى أكون خفيفة على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله وانتظرونا في أخبار جديدة بإذن الله أول بأول إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب وما تنسوش تعملوا متابعة للصفحة عشان تجيلكم الأخبار الجديدة أول بأول ولو حضرتك استفد ما تنساش تعمل مشاركة للفيديو عشان غيرك يستفيد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته